بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلاب الصف السابع أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من درس الإسلام والإيمان والآن مع أهداف الدرس أولا بيان صفات المؤمنين حقا ثانيا بيان نوع الاستفهام في قوله تعالى أتعلمون ثالثا توضيح لمن الفضل في هداية الناس قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون عزيز الطالب لا تنسى سماع الآيات الكريمة من مواقع التلاوة أو استخدم الكيو أركود في أعلى يسار الشاشة لسماع الآيات أولا بيان صفات المؤمنين حق إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون يا ترى بعد أن استمعت إلى هذه الآية من هم المؤمنون حقا وما هي صفاتهم رائع ممتاز المؤمنون حقا هم أولا آمنوا وصدقوا بالله ورسوله ثانيا لم يشكوا وثبتوا على إيمانهم ثالثا بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى إذن ثلاث صفات للمؤمنين في هذه الآية آمنوا وصدقوا بالله ورسوله لم يشكوا وثبتوا على إيمانهم بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى ممتاز أجب عن السؤال التالي استنتج صفات المؤمنين الواردة في الآيات الكريمة قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يا ترى ما هي صفات المؤمنين الواردة في هذه الآية رائع أولا أنهم آمنوا بالله وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا أنهم لم يشكوا وثبتوا على إيمانهم ثالثا أنهم بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى ثانيا بيان نوع الاستفهام في قوله تعالى أتعلمون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم إن الله تعالى يعلم كل شيء في السماوات والأرض والليل والنهار والبر والبحر ويعلم الأسرار فهل سيخفى عليه حقيقة إسلام أحد من عباده فالاستفهام في قوله تعالى أتعلمون هو استفهام إنكاري والهدف منه هو تقبيح لقولهم وتوبيح لهم على تزكيتهم أنفسهم يا ترى ما نوع الاستفهام في قوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم هل هو استفهام تقريري أم هو استفهام إنكاري أم هو استفهام تعجبي ممتاز الاستفهام هنا هو استفهام إنكاري ثالثا توضيح لمن الفضل في هداية الناس يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أي أن هؤلاء الأعراب يتفضلون عليك يا محمد بأنهم أسلموا فقل لهم بل الله يمن عليكم أن وفقكم للإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك يعلم الله عز وجل كل من يتفضل على الآخرين بأنه مسلم أن الفضل لله وحده الذي هدى الناس جميعا لما فيه الخير إذن لمن الفضل في هداية الناس للإسلام الإجابة الفضل لله تعالى وحده التقويم عزيز الطالب اذهب الآن إلى موقع الام اس وحاول حل الأسئلة الموجودة على هذا الدرس انتهى الجزء الثاني من درسنا بفضل الله وتوفيقه نلتقي بكم في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة